أول سؤال وصلنا بيقول والدي اشترى من عمي قطعة أرض زراعية من سنة ودفع مئة ألف جنيه حالياً والدي باع الأرض بالإضافة لأرض أخرى عندنا والدي واجه مشكلة مشاكلات كتيرة أثناء البيع وتم حلها عن طريق عائلة والدتي يعني خلانه وجده وكده عندما علم عمي أن والدي باع الأرض بسعر أعلى طلب فلوس زيادة واتهم والدي أنه خدعه ومعرفوش القيمة الحقيقية للأرض وقال له أنا كنت فاكر أنك مش هتبيع والدي رافض يديه فلوس وإحنا ثلاث بنات بس بنقول له يديه جزء من المبلغ على سبيل الترضية إيه رأي حضرتك في إيه في أنه يديه فلوس على سبيل الترضية ولا إيه رأيي في مسألة أن عمك ليه حق أنه يطالب للفلوس ولا أن عمك ليه حق في زيادة السعر الحقيقة أن عمك ملوش حق خالص ملوش حق أنه هو في طلب زيادة ليه بقى؟ أول حاجة معرفة تمن المبيع ده واجب على الباقة مش المشتري أن أنا أعرف تمن التابلت ده وهو ملكي ده واجب عليها مش واجب على المشتري إمتى يكون المشتري ده وقع في حالة غرر لما هو يكون جاي من مكان غير المكان لكن اللي اتنين عايشين في أرض واحدة لو هو بس مد رجليه خطوتين للدار اللي جاره وسأل جاره اللي جاره للحيط في الحيط الأرض دي بكام؟ هيقول له يبقى لو هو والد غرر به ولا عمل أي نوع من نوع التغرير ولا كان فيه جهالة ولا أي حاجة ده اتفقوا قال له أخذ الحكاية دي بمئة ألف جنيه أخذ الأقاطة على الأرض دي بمئة ألف جنيه قال له يا الله الله يبارك لك ويمكن كان هو شايف أنه أخذها بفلوز زيادة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى وقع البيع عن طراض يبقى خلاص البيع كده صحيح ولا فيه أي شبهة خالص ومبدأ الرضا موجود وكل البيع صح يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى البيع ده صحيح وإذا كان البيع ده صحيح فتنتقل المال المئة ألف انتقلت كاملة لعمك وخطة الأرض انتقلت كاملة لأبيك خلص البيع عمك بقى لا والد حضرتك بشطرته بقى بطفاوضه بأنه هو سجل فالأرض تزاد تمنها عمل اللي عمله فباع الأرض فجاله فلوس أكتر من اللي باعه طبيعي ان أي إنسان بيشتري حاجة احتمال كبير بيشتريها عشان يبيعها ويكسب ما هي دي اسمها التجارة؟ التجارة معناها الشراء والبيع بقصد الربح فوالدك اشترى الأرض بقصد ان هو يربح فيها وحصل له مراده قد يكون لصدق نيته فإن اللي حاصل؟ خلاص يبقى ده مال حلال يبقى والد حضرتك اكتسب هذا المال بطريقة حلال طب ومطالبة عمك مش من حق مش من حق خالص مش من حق عمك إنه هو يطالب في أي تمن البيع ليه طيب؟ لأنه انقطعت علاقته بالأرض الزراعية بمجرد ما والدك اشتراها وهو ده معنى نقل الملكية يبقى البيع أحد آثار البيع إنه نقل ملكية العين المبيعة يبقى الأرض دي انتقلت ملكيتها لولدك منقطعت علاقة عمك بهذا طب وإن اللي حاصل؟ طب هو لو بص لا ده بيمد عينه لرزق أخي فهو ممنوع من ده يعني الشرع بيقوله ما تعملش ده يبقى بإرش الزيادة بإرشين زيادة بإرشين زيادة بإرشين إرش الزيادة ما لكش ده رزقه رزقه خلاص انتهت هذه العادة اللي عند الناس إنه يجي يقول إنه هو ليه حق في الشيء اللي باعه بعد ما بيعه هذا كلام غير صحيح وهذه ثقافة لابد إنه تنتهي هذه ثقافة لا تصح إلا إذا كان هو بيقوله كده إننا لو بيعت هزيدك وعطيك عطية فوق الأمر ده ويبقى ده وعد ملوش دعوة بالبيع خالص يعني إذا خلفه مش هيحصل حاجة في البيع طيب أنا بقول ليه بيقوله الاحتمالات دي كلها عشان نقفل كل الاحتمالات دي المسألة التانية بقى إيه رأيك يا مولانا في إن والدي يدي له جزء من المال ده والترضية ليه ده من مقتضى من مقتضى حسن الأخلاق يعني والدك لو عمل كده يبقى حسن الأخلاق والفلوس اللي هيدهله دي هتبقى إيه هتبقى هبة يعني هتبقى صدق هتبقى إيه هبة وصدق يعني مش حقه لا مش حقه طيب هو لو ادهله ده راجل كريم وربنا سبحانه وتعالى يزود له خير في ماله لأنه بيأسر راحم وبيعطي أخاه ما يجعله يطيف خاطره بس هو أخوه ليه حق أنه يتعلب خاطره كده لا لا خالص فإيه بدأت اسمه إيه هدية وصدقة يبقى ده رأيه بكل وضوح وهي دي الأحكام الفقهية في هذا الأمر شكرا